اشتركوا في القناة ونحرم الميت بقية الموتى في الغسل لا نخم الرأسه ولا نغطيه ولا نضع طيبا لأنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي وقصه بعيره يعني ألقاه من فوقه فصرع مات وهو محرم بالباس الحرام قال اغسلوه بماء وسدر هذا للتنظيف وكفنوه في ثوبيني ولا تمسوه طيبا لأنه محرم ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه البخاري المسلم وفي هذا الحديث دلال بين لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيطة ولا يخمر رأسه ولا يمس بطيب وقال مالك والأوزاع وأبو حنيفة وغيرهم يفعل بما يفعل بالحي وهذا الحديث رد على قولهم رد لقولهم وقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك غيره وهذا مذهبنا وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون إذن هذا الفرق بين المحرم وغيره في موضوع الغسل سادسا ما حكم الجنب والحائض إذا ماتا قال ابن المنذر رحمه الله وهذا قول عوام أهل العلم وبه نقول أن الجنب والحائض كغيره ما في الغسل أن الجنب والحائض كغيره ما في الغسل قال وذلك أن لا نعلم فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموت تفريقا بين من مات منهم جنبا أو غير جنب أو حائضة إذن الذي مات وعليه جنابه أو المرأة التي ماتت وهي حائض أو نفسه إيش الفرق في التغسير لا شيء يعني لا يزاد شيئا من أجل الجنابة أو من أجل الحائض أما كون المغسل جنبا أو حائضا فهذه قضية أخرى وأعلن أن أتي عليها إن شاء الله سابعا ويندب للغاسل أن يقص شارب الميت ويقلم أظافره إذا كانت طويلة وكذلك شعر الإبط لكن هذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء بل هو من مفردات مذهب الحنابلة يعني الحنابلة في مذهبهم ذهبوا إلى هذا كما في الإنصاف أما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فقد قالوا إن الميت لا يأخذ منه شيء لا شعر ولا أظفار وقالوا أجزاء الميت تبقى على ما هي عليه ولا يأخذ منها شيء ولا تقص وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه ولا عن أصحابه شيء في هذا وقال ابن المنذر الوقوف عن أخذ ذلك أحب إليه يعني الأحسن عدم لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه هو الحي هو المأمور بأخذ الشعر والأظفار فإذا مات انقطع الأمر ويصير جميع بدنه إلى البلاء يعني كله سيبلأ الأظافر والشعر والجلد والعظم كله سيتفتت يبلأ إلا عجب الذنب الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام لأن الختان أخذ الجلدة والجلدة جزء حي من الميت فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه ثم فيه كشف عورة بلا ضرورة يعني لو قال قال عندنا واحد عامل أسلم وبعد ما نطق بالشهادتين مات مثلا طيب هذا غير مختون إيش نفعل أقول ولا شيء خلاص لا يختن ثامنا ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها فتضفر الغاسلة شعر المرأة ثلاثة قرون وتلقيها خلف ظهرها لما جاء في حديث حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية شوف الرجوع الرجوع إلى أم عطية يعني أعمال فقهية الأمة كلها تدين إلى صحابي أو صحابية أو مجموعة صحابة هذا فضلهم نقال العلم من أين عرفنا من أين وصلنا قالت حفصة بنت سيرين حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه يعني نقضن الشعر ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون رواه البخاري فإذن لو جيء بالمرأة إلى المغسلة الميتة مضفرة الشعر شعر ضفار مربوضة تفكك وتحل لغسل شعرها ثم يجعل شعرها ثلاثة قرون طبعا إذا كان فيها هذا لأن كثير من العجائز قد يسقط من شعرها ما لا يبقى معه شيء يضفر قد وقد يبقى وقد تموت ويجاب وفي لفظ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها قال النووي قوله ثلاثة قرون أي ثلاثة ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة فنجمع الشعر من اليمين ونجعله في ضفيرة والشعر الذي من يسار نجعله في ضفيرة والشعر الذي من الوسط ونجعله في ضفيرة ونلقيه خلف رأسها وظهرها وفيه استحباب مشط رأس الميت وضفره وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ودليل هو هذا الحديث والظاهر الطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأنه علمهن أو استأذنه فأقرهن ترجمة نانسي قنقر